وفي هذا السياق قال المدير العام لمجمع النقل البحري إسماعيل العربي عمري أن الاتفاقية من شأنها تطوير قدرات أسطول النقل البحري الجزائري الذي لا يساهم حاليا سوى في نقل 2% من الواردة الجزائرية الهدف هو أولا تشغيل الأسطول الوطني الموجود ليس الموجود حاليا في إطار استيراد مواد الحليب والحبوب في إطار إمكانية هذا الأسطول الآن هذا الأسطول مشتغل وليس مشتغل بنسبة عالية الآن نسبة التي نستعملها في أولا نستعمل الأسطول في حوالي 60% ولكن مقارنة بكل ما يستورد في الجزائر يعني كامل أسطول الجزائر لا يمثل إلا 2.5% ترجمة نانسي قنقر